منتخب الجزائر من دون روح ولا هوية فضب مواقع التواصل بعد الخسارة من غينيا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام الجزائرية ردود فعل غاضبة ومستأى بعد خسارة المنتخب بلديهم أمام نظره الغيني بنتيجة واحد اثنان في الجولة الثالثة من التصفية الإفريقية المؤهلة للمونديال الفاني وستة وعشرون وعبرت الجماهير الجزائرية من عدم رضاها عن آداء اللاعبين والمدرب واعتبرت الخسارة غير مقبولة خاصة أنها جاءت على ملعب نيلسون منديلا في العاصمة الجزائر قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو وكتب المعلق الرياضي الجزائري حافظ دراجي على حسابه الرسمي لو تعمد لعب المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا لما لعبوا بهذا الشكل التعيس والمثير لاستغراب علامات الاستفهام واعتبر الدراجي الخسارة منطقية مرجع عن السبب إلى أن فريق الخضر لعب بدون هوية ولا روح ولا عزيمة وكان ضعيفا فرديا وجماعيا بدنيا وفنيا وتكتيكيا على مستوى كل الخطوط بشكل غريب وعجيب ومحير حسب قوله ووجهت الجماهير انتقادات لاذع للمدرب بيتكوفيتش وطلبت بإقالته وتحميله مسؤولية الخسارة كما انتقدت أداء بعض اللاعبين الأساسيين وطلبت بإشراك لعبين جدد ودعت الجماهير إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في المنتخب سواء على مستوى اللاعبين أو المدرب من أجل تصحيح المصار في التصفيات وأعربت بعض الجماهير عن تشاؤمها من قدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم خاصة بعد هذه الخسارة المفاجأة وطالبت وسائل إعلام محلية بإقالة المدرب بلاديمير بيتكوفيتش وإعتبرته المسؤول الأول عن الخسارة ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة للمدرب وأنه لم يحسن اختيار التشكيل الأساسية وعدم إجراء التغييرات اللازمة خلال المباراة وكتب مغردون أن العقلية التي تدير المنتخب حاليا لا بد من إزاحتها مشيرين إلى ضرورة التغيير على مستوى المدرب أو تغيير اللاعبين بزعم أن الروح القتالية لديهم اختفت تماما ورأى فاريق آخر أن السبب ليس في بيتكوفيتش أو بالماضي أو أي مدرب آخر وعزه الهزيمة إلى أنها بسبب العقلية التي وصفها بالفاسدة في المنظومة الكروية الحالية في البلاد وسيكون منتخب الخضر مطالبا باستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه يوم الاثنين المقبل موظيفة منتخب أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات إذن لا تنسى الاشتراك للقناة وتفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة